أعلن مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية العميد مخلص المفلح أنه تم حجز 1134 مركبة مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بحظر التجول في المملكة تم حجز المركبات المخالفة والبالغ عددها 1134 مركبة تستمر في طرق التطهير التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي بتنفيذ المهم الموكلة إليها على أكمل وجه إذ تم تطهير مباني المؤسسة العامة للأذاعة والتلفزيون ومجموعة الراية الإعلامية كما تم تطهير بعض الشقق والمساكن تعاملت مديرية الدفاع المدني وحتى هذه اللحظة مع ثمن آلاف واحد وستين حالة مرضية كما قامت المديرية بتخصيص عشر عيادات متنقلة لخدمة المواطنين في مناطق غرب وشرق عمان وتؤكد مديرية الخدمات الطبية بأن آلية صرف الأدوية الشهرية للمرضى مستمرة ومن خلال أقرب مستشفى عسكري لأماكن سكناهم نؤكد أيضا للإخوة المواطنين بأن الاستثناءات التي صدرت سابقا بخصوص أمر التنقل والتجوال ما زالت قائمة وأن التصاريح التي تم اصددارها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لا زال معمولا بها وحسب التعليمات الصادرة كما أؤكد هنا بأن إجراءات العزل للمصابين الذين يتلقون العلاج المطبقة في الأردن هي إجراءات معمول بها وفق بروتكولات العزل المعمول بها عالميا وهي لحمايتكم ولصحتكم